الفنانة عزة بهاء من النجمات اللي لمعوا جداً في التلفزيون وبرغم ان اعمالها الفنية مش كتير قوي لكن حياتها الشخصية كانت مليانة بالاحداث والمفاجآت خاصة قصة اتهام مخرج لها بانها تجوزته عرفي وهربت وجوزها من طليق الفنانة الكبيرة نيلي تعال اقولك كل التفاصيل دي في الفيديو ده عزة بهاء اتولدت يوم 22 نوفمبر سنة 1968 وهي بنت الفنانة الراحلة رجاء سيراج والدها مهندس بترول حبت عزة بهاء التمثيل من طفولتها وده اللي خليها تدخل المعهد العالي للفنون المصرحية بالرغم ان والدها ما كانش موافق انها تدخل مجال التمثيل لكن لما شاف ان اعمالها كويسة بدأ يتفرج عليها ويشجعها اتفاجأت عزة بهاء في بداية حياتها الفنية بترشيح الزعيم عيد الامام لها علشان تشتغل معاه في مصرحية تلواد سيد الشغال وده كان سنة 1993 وده بعد ما اعتذرت الممثلة اللي كانت هتعمل الدور وجاء ترشيح عزة بهاء للدور بعد ما شافها عيد الامام في الكواليس مع والدتها الفنانة رجاء سيراج واللي كانت مشاركة في المصرحية بشخصية الست الكبيرة اللي بيشد منها عيد الامام الفستان وسط المعزيم وتشهرت بجملة الخزوق بربع وقالت عزة عن المصرحية دي انها كانت فرصة عمرها وان الافهي بتاعها انت شديد قوي مع الموظفين بتوعك يا سيد بي اتشهر قوي بشكل هي ما كانتش متوقعة كمان قالت ان رأسة المناخير مع عيد الامام كانت ارتجال منه وهي اتفاجأت بيها وحكت عزة موقف طريف جماعها بعيد الامام فهي في مرة قالت له انا همشي بدري النهاردة ومش حي قال لها ليه قالت له اصل النهاردة عيد ميلادي وانا خرجة مع صحابي قال لها يا عزة تحية جزء من الشغل ماينفعش تمشي وما تحييش ولازم تستني للاخر وتحيي وقالت انه كان يقصد يعلمها اصول الشغل وكانت عزة وقت المصرحية في اخر سنة من معهد الفنون المصرحية لكن دراستها في المعهد منعتها من السفر لامريكا لعرض المصرحية هناك فاعتذرت عن السفر وده زع العيد الامام منها جدا وبالرغم ان بداية عزة بهاء كانت من خلال المصرح لكنها حققت شهرتها الحقيقية من خلال الاعمال الدرامية وتقلقت في عدد كبير من المسلسلات منها الليل واخرو وقبرة عيدة وليالي الحلمية والرجل الاخر كمان شاركت في بعض الافلام السينمائية بادوار صغيرة ومعروف عن عزة بهاء انها بترفض تعمل ادوار اغراء او تلبس ملابس مكشوفة في ادوارها لكنها تفجأت وهي بتعمل دورها في فيلم انتقام امرأة مع الشحات مبروك ان المخرج طلب منها تلبس ملابس نوم قط فهي راحت اشترت ملابس نوم بكم وراحت التصوير فالمخرج تخانق معاها لكن هي صممت على رأيها واضطر المخرج انه يصورها فعلا بالاميس اللي بكم وتعردت عزة بهاء لأزمة شديدة وده بعد ما اتهمها المخرج عادل صادق والد الفنانة وفاء صادق بانه تجوزها عرفي في شهر ديسمبر سنة 1992 بعد مشاركتها معاه في دور البطولة في مسلسل الانسة كاف واكد انها خدعت وسرقت عقد الجواز العرفي وهربت من بيته لكن عزة نفت كل الاتهمات المخرج عادل صادق ورفعت عليه قضية وطلبت بمبلغ 501 جنيه قطعويد مؤقت عن الاضرار اللي تعرضت له بسبب اتهماته لكن الغريب انه اتحكم عليه بالبراءة وفضلت القصة دي غامضة ومش معروف تفاصيلها لغاية دلوقتي وتجوزت عزة بهاء مرتين جوازها انتهت بوفاة زوجها والجوازة التانية كانت من رجل الاعمال خالد بركات واللي كان متجوز نجمة الاستعراض نيلي قبلها وخلفت منه ابنها ادهم لكنها انفصلت عنه بعد 3 سنين من الجواز واتفرغت عزة لتربية ابنها الوحيد واللي بقى عنده دلوقتي 28 سنة وبالرغم من انه بقى شاب لكن عزة بتتدخل في كل تفاصيل حياته وده من شدة خوفها عليه لكن اكدت انها لا يمكن تتدخل في اختياره لزوجته لان دي حياته هو اللي يتحمل مسئوليتها وهي عليها انها تعين وتقوله رأيها وهو يكرر في النهاية وقالت انها تعلمت تعمل اكل شرقي علشان هو بيحبه وكمان ما بيحبش ياكل اكل بايت فبتضطر تطبخله كل يوم واكدت انها بتبقى سعيدة وهي بتعمله الاكل اللي بيحبه وقالت عزة بهاء انها لا يمكن تسامح الزوج في الخيانة والكدب وان الكدب اللي تقصده هو ان الراجل يتعمد يخبي حاجاته وميبقاش صريح مع شريكة حياته وده بيحسسها بالقلق وعدم الامان واكدت انها قفلت باب الجواز تماما لان ابنها وكلبتها مليون عليها حياتها واختفت عزة بهاء فترة كبيرة عن الساحة الفنية والالامية لكنها رجعت للظهور تاني من كذا سنة وشاركت في بعض المسلسلات زي مسلسل سقوط حر وطرف ثالث والمواطن اكس وغيرها وقالت عزة ان سبب التعادة عن الفن هو وفاة والدتها الفنانة رجاء صراج وقالت انها لما كانت عيشها هي اللي كانت بتشجعها على الشغل لكن بعد ما توفت اتأثرت عزة بوفاتها جدا لانها كانت مرتبطة بيها جدا ومرت بفترة صعبة وبعدت عن الفن فترة لو في معلومات ما كنتش تعرفها عن عزة بهاء قل لنا في التعليقات